أهلا بكم العالم كله متعاطف مع مشاهد أو مشهد الزلزال في تركيا مش كله قوي يعني لأنه في ناس أوساخ أنا يؤسفتني أقول الجملة دي على الهواء مباشرة يعني إذا كان اللي أنا شفته صحيح فيبقى مش العالم كله في ناس قذرة فعلا زي صحيفة شارل إبدو الفرنسية اللي بتشتم أو تخصصت في شتيمة الرسول عليه السلام المجلة دي أو الجريدة دي الفرنسية كتبت لا حاجة لإرسال الدبابات إليهم فقد تكفل الزلزال قيل إنها سخرت من ضحايا الزلزال في سوريا وفي تركيا فمش العالم كله ولا حاجة يعني عشان بس ما نقولش إيه العالم لأن العالم في أوساخ لكن ناس يعني كتير من العالم أهو غضب واسع من مجلة شارل إبدو بعد نشر رسوم يسخر من زلزال تركيا عملت الكاريكاتير دا وقالت فيه إنه لا حاجة لإرسال الدبابات إليهم فقد تكفل الزلزال بذلك فرنسا تحضر والمدنية والحاجات لو عملتها مجلة إسلامية أو مجلة صوت الأزهر كان طلع العالم كلنا كان إبراهيم إيسى بكيرشو كان طلع نفخنا لكن لما تعملها شارل إبدو محدش يفتح بقه لو عملتها مجلة أي مجلة دينية بتبع أي حد يعني كان زمان خالد منتصر طلع قالك هو دا الإسلام لكن تعملها شارل بدو بيبقى عليها سكر بقه بتبقى عليها سكر وتعمى زلزال قيل إنه هيشرد فوق الـ 20 مليون عدد ضحايا ألاف سواء في سوريا أو في تركيا وتطلع المجلة بوقاحة تقول كده لا حاجة لإرسال الدبابات فقد تكفل الزلزال بذلك فخلينا نشوف زلزال اللي تكفل بذلك خرب بيوت قد إيه في تركيا وسوريا بيوت تهدمت وأحياء سكنية كاملة وزيلت أسر كاملة غير المشاهدة قاسية لفقد الأحبة والأهل ولحظات الوداع والدقائق الحرجة لإنقاذ الناس زي ما هنشوف الصورة دي صورة الأب ده اللي ماسك حد من أسرته وراء إيد بنته وراء الأنقاذ وهو قاعد عشان يطمنها ماسك إيديها كده وشارل إبدو بتتريق بتقولك لحاجة لإرسال الدبابات